السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم رزاز امين عبدالحسيب الضريبي اهلا حضرتكم النهاردة ان شاء الله معنا لعبة مميزة جدا وهي لعبة الجط والفار الكات والماوس بس احنا هنعملها المرة دي عكس الطبيعة او عكس الحاجية المفروض ان في الواقع ان الفار هو اللي بيهرب من الجطة لان هخلي الجطة هي اللي تحاول تهرب من الفار لو الفار لمسها تخسر نقطة طيب لو هي هربت تاخد نقطة وهكذا يبقى هنعمل سكور هنيجي نضيف الكائنات احنا ممكن نسيب الكائن بتاعنا الهول كات زي ما احنا كده او نحنا نغيره بالشكل من الاشكال التانين او المظاهر التانية هنيجي نعمل هنا ونختار كائنات الكائنات احنا قلنا الكائنات طبعا الكات والايه والماوس يوبا هنجيب من هنا الكات وانا ياخد كات 2 دايت على اساس ان هو شكل اللي هو بيتحرك يعني كده بالوضع عادي وانا نخلي الحجم بتاعه تمانين دي عشان اصغرها شوي وبعدين هدخل تاني واجيب الكائن التاني بتاعي اللي هو الماوس هكتب في السرش هنا كفاية طبعا انت بتكتب اي مجرد ما بتكتب هو بروح جاي يجيب لك كل اللي بيتكون من الحروف بتاعتي هجي وهكلي حجمه خمسين فيلمية تمام حل وخلص كده طيب كده خلصنا من الكائنات هنبدأ ندخل فيه الايه الباك دروب او الخلفية هدخل هنا على الخلفية طبعا واجيب شوز اه باك دروب طبعا ايجي تاخد بالك ان انت كده كده عندك خلفية اللي هي الخلفية البيضة اللي هي الافتراضية طيب انا هجيب خلفيتين كمان اشتغل عليهم هم دول هشتغل عليهم ومش عاوزين الخلفية التانية هنجيب مسلا الايه الفيل ات ديت وهنجيب كمان خلفية تانية اللي هي الفيل برضو اللي هي ديت تمام هشتغل على الخلفيتين دول طبعا انت ممكن تختار اي خلفية ديت بشوها مشكلة هجيب بس الباك دروب من هنا عشان يعرض للمظاهر بتاعتها في انا عندي التلاتة همود انا البيضة ديت مش محتاجها يبقى هادا اللي ته طب انا عاوز اعيد ترتيب دولي هضغط عليها شمال واسحب اهوت عايدنا الترتيب اهدي ما فيش اي مشكلة تمام كده طيب هنبدأ نشتغل برضو لو انا عاوز ارتب الكائنات انا ممكن اسحب ورتب اعيد ترتيب الكائنات تانية انا هشتغل المرة دي على اول كائن معايا اللي هو الكائن بتاع الفر الفر طبعا او الماوس هو الهدف منه ان هو يعمل ايه انا قلت اللي هو هيعمله لي ان هو هيجعد يتحرك او يجري يجري في ايه في اي اتجاه يعني هيتحرك حركة عشوائية تمام يبقى هيستمر في الحركة عشوائيا طول الايه اللعبة طيب يبقى هنبدأ نقول انت لما اضغط على العلم اللي هو ايه اللي يحصل لما اضغط هقول له ان انت عاوزك تتحرك مستمر يبقى forever هيتحرك فين في اي اتجاه يبقى هندخل في الموشن وهجيب منها الامر اللي اسمه اجلايد راندم بوزيشن يعني اتحرك حركة ايه عشوائية نعم نجي نبس كده هتجي الفار بيبدأ ان هو ايه يتحرك حركة عشوائية والمطلوب من ان انت تتفادى الفار يعني تحرك الجطة بعيد عنه تمام لو لمسك تخسر نقطة تمام كده ادي ليه البلوكس هوجد البلوكس الصغير خالص طيب هيبقى فيه الشغل بقى جمين اللي انت هتلعب به اللي هو الكات هندخل على الكات طيب الكات ديت انت عاوز تهرب بها تعلم كده طيب احنا قلنا ان احنا هنعمل درجات او هنعمل نقاط وهنزيد و هننقص طيب هنعمل اول يبقى هندخل على ونعمل ونسمي مثلا المتغير بتاعي النقاط او عاوز تسمي سكور عاوز تسمي زمن تحاوز ما فيش مشكلة اهو ايجال هنا النقاط هاجي ابدأ اقلو من ونكليكت لما اضغط على العلم او او عاوز اعمل ايه قلت له بص خليلي النقاط بصفر لو انت عاوز تكمل المستويات ما فيش مشكلة يبقى هتخليها هتشي مش تعمل حكاية ديت لو انت عاوز ان كل ما تبدأ يبدأ من الصفر يبقى هنجيب من هنا من ال الامر اللي اسمه set my variable بس انا مش يسمه my variable انا مسمي المتغير بتاعي النقاط يبقى set النقاط بصفر يبقى كل ما اجعل ابدأ ابدأ لي من الايه الصفر طيب فيه حاجة كمانا مهمة بالمرة احنا هنا لو فكرين حضراتكم ان احنا اخترنا في ال back drop خلفيتين مش خلفية واحدة انا خلتها اول تم من اول طيب انت مش ملاحظ ان هو وقف او اللعبة وقفة الوقت على الخلفية التانية طيب انا عاوز الخلفية الاولى الهاي الهاي دي طيب اعمل ايه طيب انا هاجي اقول له هنا اجيب الكات بس الاول واجي اقول له هنا من بالمرة اول ما تبدأ خلي النقاط بصفر وخلي لي الخلفية بتاعتي اللي هي دي تمام ندخل على الحركة بتاعة الكائن بتاعي هانا هحركه ازاي هحركه اما من طريق الاسهم او الاتجاهات اليمين والشمال وفوق وتحت وكلام ده كله او الاسهل ان انا هحركه من خلال الماوس فانا هحركه من خلال الماوس هاجي اقول له هنا لما اضغط على الجو ونكليكت اللي يحصل هتبدأ تتحرك طيب الحركة دي هتمر واحدة ولا مستمر لا مستمر يبقى هندخل من الكنترول وهنقول هاد طيب هيتحرك بناءنا على ايه قلنا على المؤشر مؤشر يبقى هندخل على الموش الحركة وهنجيب الامر لاسمه يبقى هاتجه نحو المؤشر بتاع الفورا يبقى انا بقول ايه 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 بالمؤشر وانت تبدأ يتحركي معي وتمشي عشرة خطوات طبعا انا عارف ان هنا مش فيه اللي هي الشكل بتاع الجو ديت واحدة بس طبعا انت ممكن تعمل واتغير فيه او تغير في الموظاهر بتاعته او تحرك الرجل مسلا كده وتخليها مش عايف تسحب كده لو انت حابب يعني تعمل ايه تعدل فيها وتعمله كاستم تاني مش حابب يبقى مش لها لازم مفيش مشكلة يبقى انا ممكن انزل هيا نكست كاستم لو انا حابب ان انا اعدل فيها وعمل ها مظاهر اخليها بتعمل او 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 اي حاية منهم عادي يعني ده لو انت حابب بس هي مش هتوبة يعني ايه لطيفة لو ان عمد كده اه ممكن نختار طبعا هنا بيجيب كل المظاهر بتاعت الكائنات عشان خطر ايه يعرضهم ايه دي هنا طبعا والكتو والكتف ودي كزا مظهر هوات لو انت عاوز تختار اي مظهر المظاهر دي هممكن تختار دي مسا هاختار برضو معي مش مشكلة اه وممكن هنا انضيف في الكود هنا هاي اقول له وبعدين اعمال نيكست كاستر يبا هجوعد يتحرك كده وكده ما فيش مشكلة طيب انا عاوز اقول بقا لو هو لو الفار لمس الجطة وهو بتحرك الفار لح لمسك انت عاوز تغرب من الفار صح كده اه طب لو الفار لمسك لا تخسر يبا هنا النقاط بتاعتك دية تبا بالسالب بالمينس طب هنأمل هزاي الحكاية دية هقول له هنا تعال ونكليكت 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 طبعا الحكاية هنا هتبا عاوز يهرب باستمرار او لو لمسوا الفار كذا مرة ممكن يلمسوا وقل له لو لمس يبا هناخد من الكنترول اف لو لمس لو لمس دية يبا ايه ايه صح اللي هو التوتشنج يبا هندخل في السنسنج واجيب هنا ايه توتشنج ماوس بوينتر بس هو توتشنج ماوس موينتر لا ده هو لو لمس اللي اسمه ايه بقى ده اسمه احنا بسمينه ايه ماوس لو لمس الفار ايه يحصل تروح اجيه الجطة او عملة الصوت بتاعها اللي هو النوع بتاعتها ممكن حتى الانتهاء او اي حاجة اللي انت عاوز ومفيش مشكلة وروح من نقصك نقطة يبا هندخل في واجل طبعا مش ماي اهم حاجة دايما نفتكر او الا مش هينفز معنا صح هفتح كده واجل النقاط المتغير بتاعي اعملوا ايه سالب واحد نقص واحد نقص واحد لأ عشان هو لمس طب فرضا بجا لا مش لمس ده انا عمل اهرب من الفار والفار بحاول يلمس او بيجي علي وانا بهرب من اه في الحالة دي حضرتك انت هتزيد درجة تمام كده طيب يبا وين طبعا ممكن انت تبقى حلو وتهرب اكتر من مرة او الدنيك تهرب يعني برضه تبقى فوريفر ولو انت لو يبقى خادة اف لو ما لمست لو ما لمست اه لو مش لمست الفار نعمل ايه ازاي نعمل لو مش لمست دي ازاي اه طب لو كنا بنقول توتشنج على طو لو مش لمست نعمل ازاي هنيجي هنا عند الابريتور وهناخد معامل النط ولأ عدم ايه تحقق الشرط لو وفتح السنسنج وقول توتشنج ماوس لو مش لمست الفار ايه اللي يحصل او اهدى بس شوية ليه يهدى عشان خطر ان انا اقدر الاحظ الحركة بتاعته وفي نفس الوقت كمان ان انا ال ايه اللي هو مش يقعد يلمس اكتر من مرة كده وبالتالي ان انا اديني سكور بالزيادة هجل 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 ويت مسلا تو سكن وغير لي عم المظهر النقاط غير لي النقاط بمقدار واحد يب بس هنا بال ايه واحد بالموجب ليه بالموجب عشان انا هربت لو مش لمس ني وقعدين اقول له طيب وانتظر كمان ليه الانتظار عشان يهدي العملية بتاعت ال الحركة بتاعت عشان يعني العرض بتاعي واخر ليه مسلا برضو توس انا تمام يبقى هنا في حالة ان هو لمس هياخد سالب طب في حالة ان هو ما لمس نيش هياخد ايه موجب نقطة زيادة طيب في حاجتين كمان ممكن نعملهم او حية كمان ممكن نعمل ايه هجل لبص انت لحد الوقت عملتلي توبك ترب وماستفدتش بحاجة ده انت اول ما جيت قلتلي قلتلي اول ما تبدأ خليك في الهي طب والتانية ايه انت عملها ايه اقول لك اقول لك حاجة بص كده هقول له هنا برضو وين طبعا دايما عشان لو حصد كده ايه اجيه مرة لو ايف لو السكور بتاعي مثلا كان بيسوي ومية لو انا جيبت مية نقطة يعني عرفت اهرب مية نقطة او خمسين نقطة خليك هتوبة صعبة شوية فحسب ما انت تعمل السكور بقى لو السكور بتاعي كان كزا اللي يحصل غير على المظهر التاني او غير الباك دروب التاني بس وعمل لي صوت برضو ما فيش مشكلة طب الصوت مش دايما تعمل وعمل اللي يساوي وهقول له هنا الفريابل لو النقاط بتاعتي هي بتاعت المتغير فوق كانت بتساوي خمسين او بتساوي اي اي رقم زي ما انت حايف بيعني اللي يحصل اول حاجة واهم حاجة اللوكس اللي انا اعملها اصلا من بادري وقول اي سويتش باك دروب غير لي للباك دروب اللي هي التانية اللي هي الفريابل وفي نفس الوقت ممكن رح اجيب مسود كمان كده مش لازم عند الانتهاء وروح اجيب الموادية ممكن انا اجيب صوت من او صوت ثاني يلا بينا اول مية معنا اي حاجة احنا نسجل اي كلام كده طبعا مش هجرب لو مش عجبك كلام هتعم رفريش لو انت مش عاوز تعملها اصلا ما فيش مشكلة برضو طيب اللعبة ديت هتدنيها مستمرة لمالا نهاية او الله يعاوز تسيبها مستمرة ماشي لا انا يعني مش عاوز هتدنيها مستمرة لمالا نهاية اعمل ايه طب انا ممكن اقول لك ان انت لو وصلت لعدد معين من النقاط اه مثلا لو انت جيبت سلب كذا او نعمل دابل كيت اه دابل كيت لدي اقول له هنا مثلا لو احنا عدد النقاط كان 500 طبعا ما فيش بجاء سويتش وكامل ده هايجي هنا في اللوكس واجل مثلا لمدة ثانيتين او ثلاث سوان وحسب ما انت ايه اقول انا فست او مبروك لمدة ثلاث سوان تمام طيب وبعد لما يقول لي مبروك اقول وقف اللعبة كنترول واجل ستوب اول طيب انا ممكن اعمل نفس الكود ده هو نفس البلوكس دي الدابل كيت انزل لت احكا واجل ايه لو النقاط كانت بتساوي سالب مية او نقول له مسلا جيم اوفر او حاول مرة اخر لمدة ثلاث ثلاث سوان برضو وبعد نكفي اللعبة يب انت لو جيبت مية خمسمية هقول لك مبروك اللعب انت فوز لو جيبت سالب ماين نص مية اقول لا يا عم كده اللعبة خلص نعم كده لابن بوسك على البلوكس تاني ادي البلوكس بتاع الماوس بتاع الفور واد البلوكس بتاع الكات ادي النقاط ادي الحركة بتاعت الماوس ادي في حالة انه هو لمس الفور فيخسر سالب واحد نقطة ادي في حالة انه هو ملمس الفور يكسب نقطة ادي في حالة انه هو جاب مية درجة او خمسين درجة او حسب ما انت عاوز ممكن هقول هانا سبعين بس هاياته للمظهر التاني الخلفية التانية يعني وممكن يصح ان انا اجيب خلفية من الانترنت يبقى احسن يعني او خلفية انا اصمم ها بنفس يبقى احسن طيب هنا لو انت اجيبت مثلا خمسين دي خمسين دي كتير اصلا لو جيبت 300 او 200 يعني اقول لك مبروك وعنه اعمال بقل اوقف اللعبة طب لو انت اجيبت 100 اه 100 او 100 اقول لك لا انت خسرت وحاول مرة اخر تمام طيب بص كده معي اه نبدأ نعمل طبعا الحركة ديت ابتعت عشان انا عملت المظهر بتاع الكائن لكن لو مش عاوز عم المظهر للكائن او تغيير مظهر للكائن اللي هو next custom اه بص كمان احسن من الكات تاني اه طبعا هابص اه ماشي اه بتعمل طبعا انا ممكن اتحكم في الحكاية ديت بال اقوله خليه كده خليه معدول دايما وهو بيطير اه شوك يبط عاوز اموت شغلها في لا ممكن يجيب كمان خلفيات هو يعني او فضاء او في المي او في السحاب اه اتمنى اذا عجب حضرتكم اللعب او الفيديو ما تنساش تعمل لايك تشترك معنا في القناة او تفعل زر الجرس ليصلك مننا كل جديد وتشاير الفيديو لأقصر ناس شكر لحضرتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته